مرابا باركاداش لار و جاردي المركزيناه وش جالدينيز اهلا وسهلا فيكن بدرس جديد من دروس اللغة التركية اول الشي كيفكن؟ طمنوني عنكن ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكون قواعد اللغة التركية سهلة عليكن وان شاء الله تكونوا عم تستوعبوا القواعد بشكل جيد ياريت تكتبوا لي بالتعليقات وضعكن مع اللغة التركية معكم احمد عبد المجيد ودرس جديد بعنوان بولنما درومو دا و دا احرف الجر دا و دا في اللغة التركية استخدامه كتير 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 لا تكاد تخلو جملة في اللغة التركية الا فيها هاي اللاحقة او هاي الحرف او هذا حرف الجر اللي هو دا او دا طبعا هذا اسمه بولونما درومون شو المقصود بالبولونما؟ البولونما المقصود في مكان التواجد يعني مثلا اقل لك الكلام وين موجود؟ الكلام موجود عندي فاقول الكلام عندي قلم بان دا بان دا اذا موجود وين؟ بان دا عندي بان دا قلم نار دا قلم بان دا إذن موضوع التواجد جدا مهم يعني هون لنعبر على أنه شغلة موجودة في مكان ما أو على مكان ما أو في موضع ما إذن البلون مدرومه هي تستخدم في الإجابة على سؤالين نار دي و كم دي نار دي بمعنى أين و كم دي بمعنى عند من إذن نار دي يعني أين و كم دي يعني عند من طبعا هي هذه اللاحقة تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال يعني نقول اسم زائد دا طبعا هذه الدا لها شكلين إما أن تكون دا إذا كان آخر حرف صوتي في الإسم ثقيلا أ أ أو أو نضع دا وإذا كان خفيفا نضع دي مثلا ما سا دا نقول ما سا دا يعني على الطاولة أربا دا يعني في السيارة إذن ما سا دا يعني على الطاولة أربا دا يعني في السيارة إذن الدا و دي أخذوا معنى على وأخذوا معنى في وأيضا يأخذوا معنى عند أيضا عندما يكون آخر حرف صوتي في الاسم خفيفا فإننا نضع د للاسم عندما نريد أن نقول مثلا لنقول إردى نقول إردى آيش دى لنقول آيش دى نقول آيش دى إردى يعني في البيت آيش دى يعني عند عائشة إذ دى في البيت آيش دى عند عائشة الآن أصدقائي أتمنى أن تكتبوا مزيدا من الأمثلة لتتدربوا على هذه اللاحقة وعلى شكلها الآن لدينا ملاحظة أو نوت كلمة صنون دى تش ف ه ك پ س ش ت هرف لرندان بري بارسا بلنمائكي تا وياتي أولور يعني كأنه عن بي إلي إذا آخر حرف في الاسم كان واحد من هدول الأحرف ف س ت ك ش ش ه ت تقلب دا إلى ت ودي إلى ت مثال صنفتا صنفتا يعني في الصف ماركتا يعني في الماركت مطفقتا مطفقتا في المطبخ إذن لا يمكن أن نقول صنف دا خطأ ماركت دا خطأ مطفق دا خطأ إذن من الصعوبة ستجد أنها صعبة التا أسهل صنفتا ماركتا مطفقتا ستجد أنها أسهل الآن أصدقائي أتمنى أن تتدربوا أكثر وتقوم بوضع المزيد من الكلمات في وتقوم بإضافة حرف الجر دا و دا إليها طبعا الكلمات يجب أن تكون يعني يمكن أن يكون لها بولونما درومو بولونما درومو يعني مكان التواجد أو وضع التواجد الآن إلى العديد من الأمثلة نقول مثلا أورنجلار نار دا أين الطلاب أورنجلار نار دا مبتدأ وخبر وأسم استلحام نار دا الآن نقول الطلاب في الصف أورنجلار صنفتا الطلاب أين أورنجلار صنفتا أورنجلار نار دا أورنجلار صنفتا مثلا أحمد نار دا أين أحمد أحمد اشتا مثلا أحمد في العمل أيشة نار دا أيشة أقول دا مثلا مثلا كتابات نار دا مثلا رفتا على الرف إلى آخره إذن هناك الكثير من الأمثلة لنأخذ مثلا آخر بالجسار نار دا بالجسار ماسا دا بالجسار نار دا أين الحاسوب بالجسار ماسا دا إذن نار دا ماسا دا لاحظتوا أن نار دا دائما جوابها فيه دا أو دا أيضا لدينا تقسيم نار دا أين تقسيم؟ تقسيم اسطنبول دا تقسيم نار دا تقسيم اسطنبول دا تقسيم نار دا تقسيم اسطنبول دا وهكذا أيضا سؤال آخر الآن سؤال آخر كيم كيم معناها من أخذناها في درس سابق بمعنى من من إذن كيم دا أصبحت عند من القلم عند من من اللي عنده الألم الألم موجود عند من كلام أوريتمان دا الكلام عندها المعلم كلام أوريتمان دا يعني بان دا إذن كلم نار دا نار دا ولا كيم دا هون هون كيم دا لأنه عند من على المقصود في إنسان إذن محل للكيم تكون إنسان ما بصير أنا كلام نار دا أقول كلام عفوا كلام كيم دا أنا أقول كلام مصدا كلام كيم دا لازم يكون في إسم كلام أوريتمان دا كلام أحمد دا كلام أعيشة دا مثلا الشانطة عند مين شانطة كيم دا شانطة أحمد تا الحقيبة عند أحمد شانطة كيم دا وهكذا أيضا أصدقائي تلصد تلفون كم دي؟ أين التلفون؟ تلفون مارفة دي. تلفون مارفة دي عند مروة. تلفون كم دي؟ تلفون مارفة دي. والآن أصدقائي إلى صيغة أخرى لسؤال هل مع اللاحقة دا؟ الآن يمكن أن نسأل هل مع اللاحقة دا؟ هل عن مكان التواجد؟ يعني مثلاً أقول لك هل القلم على الطاولة؟ أنا أستفهم عن مكان وجود الكلام هل هو على الطاولة أم لا؟ نقول اسم زائد دا أو دي زائد فراغ زائد اسم الاستفهام م بأشكاله الأربعة. طبعاً هنا لدينا شكلين وليس أربعة لأنه مارفة دا أو دي. وبالتالي ممكن يكون م وممكن يكون مي. مثلاً سينام سنفطم؟ سينام سنفطم؟ هل سينام في الصف؟ إذن هل في الصف في سينام؟ هل سينام في الصف؟ سينام سنفطم؟ يكون الجواب أحد جوابين إما نعم في الصف أو لا ليس في الصف. إذا كان نعم نقول أبد سينام سنفطة. إذا كان نعم نقول أبد سينام سنفطة. طيب وإذا كان لا نقول هير سينام سنفطة ديل. وهكذا المزيد من الأمثلة مثلاً كتاب آيشة دامي. هنا أصبح مي لماذا؟ لأن آيشة دا خفيف. أعد كتاب آيشة دا هير كتاب آيشة دا ديل. إذا كتاب آيشة دامي أعد كتاب آيشة دا هير كتاب آيشة دا ديل. أيضاً أصدقائي سؤال آخر يمكن أن نستخدمه مع صيغة داود دا بمعنى بارم يقمو. هل يوجد يوكمه هل لا يوجد غالبا ما نسأل بـ يوكمه لا نستخدم اسم زائد ض زائد وارم او يوكمه مثلا اذا انا بدي اقول هل في الصف يوجد مثلا حاسوب هل في اسطنبول يوجد بحر مثلا اسطنبول ض دينيز وارم وارم يجبك احد احتمالي اما اواتي ، اواتي وار ما يوجد dispens gouvern اواتي ولدان najrite الا m اذا استنبول كائمة لا اسطنبول ن啥 هזي اسطنبول كائمة اذا هل فيصح اواتي ذا قامwell اذا إذا كانت اواتي بحر وهو بحر ويوك من شوي كان في عندي افت صنفتا ديل من شوي اذا فتتذكروا جعل الشرائح السابقة لما ما كان بالسؤال ما كنا نحط يوك بالجواب اما بالسؤال منحط بالجواب يوك تمام اليوك مش دائما ما منستخدم يوك دائما انتبهوا اذا اسطنبول دا دينيز وار ما افت اسطنبول دا دينيز وار هير اسطنبول دا دينيز الان اصدقائي ايضا اسم بمعنى ناوار في المكان الفلاني مثلا بالمكان الفلاني شوفي ماذا يوجد اسطنبول دا مثلا ناوار ماذا يوجد في اسطنبول اذا اسم زائد دا او دي زائد نا او نلار وار نلار وار او ناو او كم وار كما ممكن نحن نقول كم وار اذا مثلا او دا نزدان الار وار ماذا يوجد في غرفتكم او دا نزدان الار وار طبعا طالما فقال يعني هو أن يجلب تستخدم تشييرة مثلا جيوب name و çünkü 정يسواắcت استخدامنا من موجود في المستشفى استانة كم潛ات كم كان يجلب في المستشفى؟ من هي لدينا ك أصابت شخصen Where الآن أصدقاء الأعزاء إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم درسنا اليوم كتير سهل لكن بحاجة لتدريب بحاجة لمتابعة اللغة التركية أصدقائي لغة سهلة وبسيطة وسلسة لكن بحاجة إلى الكثير من الاستخدام الممارسة اذهب وتحدث مع الناس أخطئ صلح خربط طبش كسر خروف الدنيا إذا ما خربطت وكسرت وخربطت ما تتعلم وهيك منكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم ديلا دينيز في إزلا دينيز تشين شك تشكير يا درم ما تنسوا تشتركوا في القناة مع هدو أجاريت للغات على اليوتيوب وشاركوا الدرس مع الأصدقاء شكرا